السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على منتبع الهدى وصلقة ريء الإيمان أهلا بيكو أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الصحة وجمال وبرنامجكم حكاية ولاد البلد أسبوع جديد بتوحشوني فيه أحب في خلال الأسبوع من الحلقة إلى الحلقة أفكر في موضوعات مهمة تهم كل بيت مصري تهم كل أسرة مصرية تهمنا على مستوى الشخصي والمستوى العام في جميع أنحاء مصر طبعا تفكيرنا كله في البداية أن احنا نقول كل عام هجري وكل سنة وكل المصريين وكل المسلمين وكل بلدنا بخير وسعادة وبمناسبة المولد النبو الشريف أعضى الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليوم والخير والبركات في مولد سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نتذكر معه الرحمة نتذكر معه الحب نتذكر معه التسامح الصدق الأمانة فهو خير الصادقين وهو الأمين علينا وهو شفيعنا يوم القيامة صلاة الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثانيا كل سنة وكل طلبنا بخير كل سنة وكل عام دراسي عليك يا بلدنا بخير عام دراسي جديد يعني هيجي بمشاكله بحلوله بإيجابياته بواجع القلب بكل بيت مصري بيفكر يا طرح هنقدي العام الدراسي إزاي طبعا في زل جائحة كورونا اللي احنا مرينا بيها واللي ربنا يسطر ولا تعود إلينا مرة أخرى مع أني لسه المفروض أن احنا نكون حذرين ويكون وعيين للموضوع ده عندنا مشاكل وهي هنشيل الشنطة إزاي؟ هنقعد على الدسك إزاي؟ هنذاكر في البيت إزاي؟ على مكتب ولا على صفرة ولا وانا نايم على السرير ولا 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 أسئلة عديدة ومتعددة كل بيت مصري بيسأل فيها بل كل العالم بيسأل فيها لأن كل بيت مفهوش لازم يكون فيه طالب علم النهاردة هنجاوب على كل الأسئلة دي مع ضيفي وضيفكم دكتور أحمد أبو النصر أخصائي علاج العزام ومحاضر دولي في تقويم العمود الفقري رحب بيك يا دكتور مرحبا بحضرك يا فاند أهلا وسهلا بيك الله يحفظك طبعا كل بيت مصري النهاردة عنده طالب علم كبير أو زغير عندنا دخول مدارس بل خلاص دخلنا مدارس عندنا شنطة فيها كتب وفيها أدوات مدرسية وعندنا جلوس على الدسك وعندنا ماشي وعندنا طلوع سلم عندنا حاجات كتيرة قوي نظبت سيادتك اللي هتجاوب عن هذه الأسئلة وتساعدنا أن احنا نتخطى آلام العمود الفقري تفضل لي دكتور الله يحفظك في البداية حابب أقول لكل أطفالنا وكل الطلاب وكل أولياء الأمور عام دراسي سعيد على حضراتكم جميعا لكن عشان نحافظ على صحة أطفالنا علشان نحافظ على صحة أولادنا لازم ننتبه للمشاكل اللي بتأدي إلى مشاكل كبرى وللأسف بيبقى في حلول صعبة علشان كده عاوزين نحطط من البداية عاوزين نحطط إزاي نشيل الشنطة الحقيبة بالنسبة للأطفال لازم لها مواصفات هذه المواصفات تسمى بالمواصفات المثالية من المواصفات المثالية للحقيبة إن لو أنت هتحملها على ظهرك لا بد أن تكون الحقيبة ما تعديش بداية الأكتاف ونهايتها تكون عند نهاية الأضلع ما تنزلش أكتر من كده عشان ما تتجاوز الخسر معنا صور طبعا على الهوى بتوضح كل كلام الدكتور ايوه الفكرة إن إحنا ما نتجاوز الخسر بالشنطة الحقيبة ما تبقاش لتحت عشان لو كانت لتحت هتشد ظهر الطفل وبالتالي تعمله انحناقات في العمود الفقري تمام الحاجة التانية اللي هامة جدا إن الحقيبة لابد أن لا يتجاوز وزنها 15% من وزن الطالب يعني الشخص اللي بيشيه الحقيبة لو هو 50 كيلو فهتبقى الحقيبة 7 ونص لو هو 25 كيلو فهتبقى في حوالي 3 ونص كيلو تمام فما ينفعش إن شاءل طفل مثلا في سنة تانية تالتة بتدائي إن شاءله حقيبة فيها 5-6 كيلو كتير تقيل تعدي المستوى بتاع الوزن بتاع تعدي المستوى اللي هتحمله العمود الفقري واللي هتتحمله عظام وبالتالي هيحس بألام هتجيله ألام أسف الظهر هتجيله ألام في الرقبة هتجيله ألام في الأكتاف عشان نتجنب الموضوع ده هنهتم بإنحنا الطفل أو الطالب يشيل حقيبة ما تزيدش عن 15% من وزنه تمام كمان الحقائب لابد أن تكون زاد دعمات يعني إيه زاد دعمات؟ أما بتروح تشتري شنطة أو حقيبة لابنك بتبقى فيها حاجة كده يعني زي إيه دعامة من الظهر زي أكنها صدادة مبينة أكنها صدادة حاجة سفنجية كده هو بتبقى من وراء بحيث دي تحميلي إيه ظهر الطفل وما يبقاش اللود إيه ضغط على العمود الفقري مباشرة تمام مهم جدا بنقول لولادنا أما تشيجي تشيل حقيبة تشيلها بطريقة سليمة لو أنت هتشيل حقيبة ووزنها مثلا 3 كيلو 4 كيلو فأنت لازم تنزل على رجبتيك ما تشيلهاش وإنت واقف واتميل ظهرك ده خطر كبير جدا على العظام يعني ياخدها من تحت أه تميل تقعد برجبتك تتني رجبتك تمام وبعدين ترفعها بأيديك ما ترفعهاش برضو بظهرك تمام ولما ترفعها تحطها على كتفك وبعدين تبدأ تقوم بإيه كل ده بدرعينك بتحطها وتبدأ تقوم برجبتك يبقى هتحني رجبتك لتحت تشيل الشنطة الحقيبة بأيديك وتحطها على ظهرك وبعدين تبدأ تقوم عكس كده خطر جدا ما احترامي ليك يا دكتور يعني هنشبه ده بالجمل لما بيجي يركب عليه حملة قيل فهو بينزل يركض تحته بعد كده يبتدي يطلع تدريجيا إلى فوق مظبوط يا فنة تمام من المشاكل الكبيرة اللي بيجيني في عياتي الخاصة مشاكل كتير جدا اني بسأل الطفل بسأل أم الطفل ابنك بيشيل حقيبة في ناحية واحدة بتي بتعمل لي مشكلة كبيرة جدا نحن أقف العمود الفقري وألام في العنق والأكتاف صحيح فضروري جدا اللي بيشيل حقيبة يشيلها بكتفين ما يشيلهاش في كتف واحد ده موضوع مهم جدا ومنتهي اللي هو الدلع بقى ان احنا كروس بقى واشيلها وكده فطبعا الظهر أكيد الكتفي بيبقى غير متوازن مظبط تمام لو بدأنا نشيل حقيبة مكتفين لازم نتني رجبتينة زي ما قولنا ونشيلها في وضع مستقيم ما تميلش أنا ناحية أو الناحية التانية عشان تشيلها لابد وان جسمك عمودك الفقري نفسه يكون مستقيم تمام لحظة وانت بتشتري حقيبة ما يكونش عرض الحقيبة أعرض من ظهر ابنك ده موضوع مهم جدا بتلاقي طفل رفاية على نحيف وبعدين حقيبة قد كده عريضة لا 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 مش موزون لاني الحقيبة دي هتبقى ضغطة جدا على عمود الفقري بما ان هي مش محملة على هي أكبر من حجم أكبر من حجم وبالتالي هو ما يقدرش يشيلها وتعمله تشوهات في العمود الفقري وتعمله انحنقات كمان في العمود الفقري من الحاجات المهمة جدا جدا ان انت وانت بترتبي الشنطة الحقيبة لابنك ترتبي الحقيبة الأشياء الأخف واللي هي أسطحة غير منتظمة ابعديها عن الظهر الأشياء اللي هي متساوية متساوية وأسطحة منتظمة تبقى جانب الظهر على طول زي كتب كبيرة الله عليك يبقى نحط الكتب الكبيرة الأول بعدين الكريس بعدين اللام والحاجات في الخارج لأن الأشياء اللي هي زاد أسطح غير مستوية دي هتأثر على ظهره هتضغط هتبقى إيه الحاجات التقيلة وراء والحاجات الخفيفة هتضغط على الظهر طيب لو أنا طفلي قال أنا تعبان مانيش قادرة شيء الحقيبة مش لازم أقوله شيئا يبقى على طول على الفور أغيره الحقيبة اللي بتتحمل على الظهر بحقيبة بتتشد في الإيد والحقيبة اللي بتتشد في الإيد كمان لها مواصفات من مواصفاتها أن ما تخليش الحقيبة واطية جدا فيقوم الطفل مميل فيفضل منحني وهو شددها صحيح لابد أن أنت تجيب إيد الحقيبة تكون متساوية ومتنسقة مع طول الطفل بحيث يبقى هو مستقيم وشدد الحقيبة في إيديه تمام تمام دي أهم النصائح لحقيبة مثالية طيب طبعا من خلال الكلمة الأخيرة للدكتور أنا حسستني بواجع إيه هو بواجه رسالة للناس اللي بترمي مهملات في الشارع فإنت بتخلي عامل النظافة الجيش البرتقالي إن هو بيبتدي يوطي في الأرض عشان ياخد المهملات بتاعتك عشان يحطها في البسكت رحمة بالناس دي ورحمة بعمودهم الفقري لإن إحنا من غيرهم ولا حاجة رحمة بيهم نراعدة معنا مدخلة من أم فواز ساء الخير السلام عليكم عليكم السلام وإحمد الله وبركاته أم فواز على فكرة دي بنتي أهلا وسهلا بيك يا مفواز كل سنة وأنتو طيبين والله طبعا أن أنا موصوطة جدا جدا بوجودك على الشاشة وموصوطة بالبرنامج الجميل اللي بياخدن كل الفئات بجد بغض النظر يعني أنا أنت عارفة أن أنا ما بعرفش أجامل زي ما أنت تعلمتنا ورقيتنا لكن فعلا البرنامج بياخدن كل الفئات البرنامج بيكلم في حاجات كثيرة جدا كلنا محتاجين أن ننفذ عنها أو نشوف لها حلول فبشكرت جدا جدا على البرنامج الجميل ده طبعا بفك أفادني أنا شخصية لأن أنا موضوع الحقيبة ده عاملي مشكلة فعلا من ظهر الولد وأتمنى أن نتكلم كمان في مسألة الكتب الدراسية يعني مش إحنا غلينا أوكي الكتب بس نتمنى أن نستلمها يعني إحنا خلاص غلينا ووافقنا نستلم بقى الكتب بتاعتنا عشان الولاد يبتدوا يشتغلوا فيه وإحنا كمان نحسنا إحنا دفعنا فلوسنا في تباند إيجابي صحيح صحيح عشان السلبيات اللي عندنا حتى تخف شوية تمام فهنا أصدت أولا ربنا يخليكي طبعا بدعموكو ربنا يخليكو لي يا رب وعايز أقول لي فواز وفهد وآدم وعمر كل سنة وكل عام دراسي بخير وبتمنى يا رب أن أنا أشوفهم وأشوف شبابنا وأطفالنا وأولادنا في أحسن حال شكرا يوم فواز على المدخلة شكرا آية دكتور فيه صورة طبعا على شاشة بتتكلم عن موضوع الإنزلاق الغضروفي وعايزين نهرة والكعب العلي والكعب العلي للأسف موضوع الإنزلاق الغضروفي هو مشكلة شائعة جدا وألم أسفل الظهر وألم الظهر عموما تمثل حوالي 80% من الناس بيشتكوا من ألم أسفل الظهر صحيح إحنا عندنا عدات خاطئة والعادات الخاطئة بتسبب ألم في العمود الفقري تمام ويأتي على رأس هذه العادات الحامل الأشياء في وضع خاطئ طلوع ونزول الضرك كتير تمام الأناقة الضرة اللي هو الكعب العالي أسميه الأناقة الضرة أناقة لكنها ضرة أي لو استاتي حبوا يلبسوا كعب عالي فبالتالي العمود الفقري نفسه يختل وللأسف الكعب العالي أما تلبسيه فترات طويلة بيسبب مشاكل ويأتي على رأسها التهابات الأعصاب وكمان تشوه لأصابع القدم ومشاكل كبيرة جدا في العمود الفقري لأن ربنا خلق العمود الفقري في انحناءات وخلق الإنسان مستوي القدمين صحيح فأنتي لما تعلي الكعب نفسه بيبدأ العمود الفقري نفسه البوزيشنين بتاعه بيتغير وبالتالي بيحصل ضغط على الأعصاب وانحنائية العمود الفقري اللي ربنا خلقها عشان يبقى فيه إلاستيسيتي مع الغضاريف مع الدين يا دي بتلاقي الدين يا بازط صحيح طيب معنا امداخل يا دكتور مداخل من أمه مصطفى السلام عليكم عليكم ويةسلام عليكم و graphic والسلام علي حضرتك و السلام علي دكتور أحمد أهلا بيك يا فهلا تفضلي أهلا بيك حضرتك نزي الكلام على الحقيبة والحمل الحقيبة و كنت عايز December هلني دم لأيكم من أيدي القطب اللي احنا بيديها والحش و لولادنا كمية رهيبة من الكطب يا فهلا دم لأي كده فيه كده وبعدين ما حضرات الكمية تطب رهيبة قوي قوي وبعدين ليه ما نعملش ما نطبعش من خلال سياتك ومن خلال بنامت عمساتك اللي هو اليوم الدراسي ولادنا يسيبوا كتبهم في الفاصل في الدسك بتاعهم ويعملوا واجباتهم بل ما نتصورش حضرات الكمية الواجبات احنا جدوا الوقت نتكلم عن شلط الحقيبة كميلي سياتك على طريقة المذاكرة بتاع ولادنا وطفل قولة دا ماكفي وابدري حضراتك كلمة ماكفي دي وانا ما اضطرنا اقولها باللغة العامية طفل ماكفي حضرتك على الكتب بطريقة عشان يعمل كمية واجبات رهيبة رهيبة يا حبيبي وبعدين كمية احنا ليه حضراتك ما نطبعش النظام احنا ولادنا يعودوا اليوم الكامل في الفاصل يعملوا واجباتهم في الفاصل ويسيبوا الكتب بتاعاتهم في الدسك لتاني يوم دا حضراتك كلمة والله ما تطورش انا عندي حفيدة والله يا حبيبي بيصحب عليها قوي ماكفي وقول لها حضرتك يعني انا بطر اقول لها حضرت ماكفي على الكتاب الدكتور هيجاوبك على الجزئية دي وهيقولك كيفية المذاكرة في البيت والطريقة السليمة لقعدته هو بذاكر تفضل يا دكتور في الحقيقة احنا كنا مهمة عندنا جدا نوضح لو لقى الامور ازاي ابنها هيعود يذاكر اولا قبل ما اقولك ازاي ابنك يذاكر انت خليك حريصة على ابنك اكتر من المجتمع بمعنى ايه؟ بمعنى الحقيبة بدأي نظمها له ورجعيها بصفة شبهي يومية حضرتك حضرتك محتوطة على الشاشة طبعا دي حاليا دلوقتي سبع نصائح من الدكتور لطريقة المذاكرة تفضل يا دكتور في الواقع احنا مهتمين ان احنا نوضح الاولى الامور ازاي ابنك يقعد شايفاني انا قاعد ازاي؟ ظهري في الكرسي اذا مانيش ظهري مهوش مكفي يعني الطفل لما يكون مكفي على الترابيزة او انت جايباله ترابيزة واطية وبالتالي هينكفي عشان يكتب عليها الواجب فالهومورك كده هيبقى اولا مهوش ماهوش هيقدي كويس الاول رقم اتنين هو معرض للاصابة ومعرض لمشاكل كتير في ظهره ومعرض لحدوث تقوس وانحلقات في العمود الفقر واللي يذاكر هو على السرير يا دكتور يذاكر هو على السرير وعندنا بقى غلط ايوه غلط كبير جدا لان اولا السرير للمرتبة بتاعته ماهيش معدل المذاكرة الجلوس ده معدل النوم ده ان كانت مرتبة سليمة واحنا جايين للمرتبة السليمة ازاي هننام عليها لكن احنا ناخد بقى التطور الطبيعي من بداية ان الواحد يروح المدرسة فيرجع يذاكر وبعدين ينامي ازاي جايين للمرحلة دي لكن دلوقتي انا مهمة عندي الدسك ضروري جدا ان الدسك يكون في مستوى نظر ابنك وفي مستوى جلوسه بمعنى الدسك مايبقاش واطي فيضطر الولد انه يكتب يميل فدي مشكلة كبيرة الدسك لازم يكون في مستوى الطفل يعني ايه مستوى الطفل هو في حدود السرة واخدين بالكوا كده فيقعد الطالب ويمسك القلم ويكتب دي رقم واحد رقم اتنين للكرسي وده موضوع مهم جدا كرسي الطفل مايقعدش عسيل ويكتب الوجب مش كلام معقول ويميل ويكتب ده كلام مايوش معقول ده هيعمله مشاكل كبيرة جدا هتغرامي وتدفعي كتير وهتغرامي وتدفعي من صحة ابنك يبقى رقم واحد تنتبه لان ابنك تعميله دسك كويس الدسك اهم من كل شيء قبل ما تجيبينه كمبيوتر قبل ما تجيبينه اي شيء جيبينه دسك كويس وكرسي كويس مهم جدا وبعدين الطفل يتعود على النظام والنظافة لما يلاقيه له دسك نظيف بدل مايقعد على السرين لا يبقى حتى ما تجيبينه تلفزيون ما تجيبينه كمبيوتر ما تجيبينه اي شيء لكن يجيبينه دسك نظيف يبقى عنده كمان التنظيم لكتبه وكرسي الله على حضرتك وبيدراجه منظمة وكرسي الكرسي ربنا خلق العمود الفقري قولتلكه فيه كربيتشر الحناءات ماهوش عدل ماهوش زي المسطرة فاذا الكرسي لابد ان يكون في الحناءات زي الكرسي اللي انا قاعد عليه كده عشان ايه ياخد العمود الفقري ويحتضنه يوم يبقى ظهر ابنك ساند من ورا مايبقاش متعلق على الهوى تمام وبعدين لو انت لو افردي ان هو ابنك بيذاكره فيه اي باد او كمبيوتر فالكمبيوتر لازم يكون في مستوى الشاشة في مستوى النظر يبقى مستوى شاشة الكمبيوتر لابد ان يكون في مستوى نظر ابنك تمام تمام الاهم من كده اني اعودوا اولادكم واعودوا اخواتكم واعودوا نفسكم اني ما تعودش كتير في وضع خاطئ او في وضع واحد حتى غير وضعيتك كل شوية بمعنى ايه ما يعودش يكتب الواجب ساعتين ولا ساعة ده نص ساعة ويقوم يخسل ايديه ويخسل اشجال يأكل يشرف مياه يتماشى شوية في الحجر وبعدين يرجع تاني يكمل لان الجلوس في وضع واحد لفترات طويلة حتى لو كان وضع صحيح ده خطر على صحر البنيات صحيح ده مهم جدا طيب برضو عايزين رسالة لوزارة التربية والتعليم احنا كنا متعودين على الجدول الدراسي الجدول النهاردة عندنا كذا وبكرا عندنا كذا فكانت الواجبات بالنسبانا حنينا والكتب حنينا النهاردة هيقولك انا الجدول هيتغير كل اسبوع فبالتالي الطالب هيتطر ان هو يجيب كل الكتب عشان ما يتعاقبش فدي برضو دي رسالة توضيحية لوزارة التربية والتعليم نرجع لعودة الجدول الدراسي مظبوط هو الجدول ده حاجة انا عشت في أوروبا فشفت حاجة جميلة وانا سعيد ببلدي الحقيقة لان احنا بنعمل دلوقتي بقى فيه تابلت وفيه ايباد وبقوا الناس يدرسوا عليه المناهج واحنا راحين للمرحلة دي ان شاء الله ونسبق بلاد الغرب لان احنا ده المصريين زوحة دارة كبيرة قوي يعني احنا كمصريين اول كتاب طبي في التاريخ برضية اطر اول كتاب طبي في التاريخ عرفه التاريخ كله ده كتبه فرعولي مصري اذا احنا لازم مش نحاكي التطور ونسبقه نسبق التطور فانا سعيد جدا للحقيقة لكن يا ريت يبقى فيه تنظيم للامور جدول ثابت من بداية الدراسة وبعدين فيه حاجة برا جميلة قوي اتمنى اشوفها في بلدي قرائب الكتاب الموحد كتاب فيه شابتر من كل كتاب يبقى الشهر الاولاني كتاب واحد بس بروح به فيه العلوم والدراسات والتاريخ شابتر من كل كتاب جميل ده نشيل ليه كل الكتب وتبقى حقيبة كذا وتعمله التشوات في النعمول الفقري فنعمل كتاب شهر يناير مثلا او شهر كذا فيه شابتر الكتاب لكل ده شفته برا وحاجة كانت جميلة جدا قبل ما نرجع لطريقة نوم الطفل أو الطالب عايزين نتكلم تاني على الكعب العالي والانزلاف الغضروف الكعب العالي ده مشكلة انا سميه الاناقة ضارة جدا تمام الكعب العالي لو حضرتك خلاص هتستخدميه فيه حفلة يبقى ومال ويستخدمه مصد ساعة اه بعمل كده واخد في شنطة معي حاجة فلات الله عليك حاجة فلات اول موصلة العربية حط الكعب العالي ده الاناقة خلصت بدأنا في الكعب الفلات بتاع العمل والحياة انا حفستها على الاتنين انا حفستها على الاتنين صح يعني ان كان ولابد ان الكعب العالي بقى الكعب العالي فترات قصيرة دي حاجة الحاجة التانية للأسف بروف بعض الحفلات ويشوف ناس حتى ترقص بكعب العالي دي مشكلة خطر اخطر خطر ان انت تتحرك في الكعب العالي ده بحرقات قوية وعنيفة ومفاجئة للأسف هم بيحسوش بالموضوع ده الا بعد مرور سن معين وبعد الالامة بيبتدوا مقروا بيها بيحسوا بقى ان ده كان خطر مما في البداية محدش بيسمع ايوه كمان شيء مهم جدا في موضوع الكعب العالي ده الكعب العالي لبسه لفترات طويلة مش بيخل اتزان جسمك او حناية العون الفقري نفسه ولكن كمان ده بيصيبك بالتهابات في الاعصاب تمام لان انت في وضعيتك دي بتضغط من فوق على الاعصاب في الدنيا فتلاقي التهابات في الاعصاب التهاب في وطر الايه العرقوب نفسه من تحت الرجبة نفسها الرجبة نفسها لما انت رفعتي من تحت شوية فعرضت رجبتك لحدوث اصاباته وحدوث خشونة كمان في الرجبة مع طلوع الدرج بكعب عالي مع حرقات مفاجئة بكعب عالي تمام فالكعب العالي هو من الاناقة الدرة فنتمنى ان يبقى له وقته وقته قليل و بعدين زي ما حضرتك في الجزئية المهمة وهي وضعيات النوم السليم طبعا معانا صورة توضحية بالكلام ده نعم فضل يا دب موضوع وضعيات النوم السليم ده شوفوا انا هحكي لكم قصة ظريفة انا من خمس ست ايام كنت نايم فحسيت وانا يعني دكتور جرارة عزام وعمود فاكري لكن حسيت بقلم مانيش مبسوط من المرتبة بتاعتي انا مانيتش مبسوط تمام فبدأت اقوم وافكر فيها تاني اشوف المرتبة المرتبة دي كانت مريحة يعني وبعدين ما بقتش مريحة والدنيا دلوقتي بقت متطورة جدا فعشان تنام سليم قولي انت هتنام ازاي قولك تنام سليم ازاي لو انت هتنام على جنبك ضروري تحط مخدة بين رجبتك تمام اتفقنا هتنام على جنبك ضروري تحط مخدة بين رجبتك عشان الرجبة ما تتحملش على رجبتك الله عليك وكمان نحافظ على ايه القرى مهم جدا المرتبة نفسها اللي هتنام عليها ما تبقاش إلاستيك قوي ما تنزلش قوي بك بنلاقي المراتب عاوز أقول لكم وفاجأة للأسف ماهيش صرة إن المرتبة القطن ماهيش ماهيش كويس للأسف ليه لإن القطن انتوا عارفين زمان بتاع أمي أمك ده بيكالكع جوا أمي يكالكع خلاص بنشر فأنت أنت يعني أنت كست لازم تنفضي القطن ده شوية يعني كل شوية تنفضي لو أنت خلاص مافيش ما تقدريش تجيبي اللي هي المرتبة الطبية أو كذا هنجيب المرتبة دي لازم ننفضها فننفضي القطن كل شوية وبعدين نتبطبها بأيدينا كده نخليها متساوية لإن هي بتنشف جوا فالمرتبة دي ماهيش أصلا إيه صحية للأسف يعني المرتبة اللي هتجيبيها يفضل تكون فيها طبقة اسمها memory form والقصة دي ده كلام جديد قوي في موضوع العظام وبتاع بيقول لك إن الطبقة دي بتاخد شكل الجسم وتبقى طبقة خفيفة أقصى خمسة سنتي حاجة كده يعني حاجة ماهيش بتاخد شكل الجسم يعني يفضل نها تكون مستوية المرتبة تكون مستوية وما تكونش بتنزل اللي هي اللي بنقول إن إحنا بنعوم فيها بنعوم فيها دي مشكلة لإني ما بنعوم فيها دي قوي بتبوضلنا على عمود الفقر مهم جدا المخدة اللي أنت بتنام عليها المفترض إنها تكون من 13 ل 17 سنتي ما أنت تأسحب للمسطرة وماله المخدة العالية هتعملك مشكلة في الفقرات العنقية المخدة الأوطى من 13 سنتي كمان هتعملك مشكلة في الفقرات العنقية لو أنت هتنامي أو أنت هتنام ففي ثلاث أوضاع مقبولة في النوم تنام على ظهرك يبقى تحط مخدة تحت رجبتيك تحته لو هتنام على ظهرك لو هتنام على جنبة يبقى المخدة بين رجبتيك فيه أوضاع نوم غير سليمة تلاقي الإنسان نايم وبالذات البنة تحبه الوضع نايم من فوق على جنبها ورجلها مقلوبة مشكلة كبيرة جدا تعملي مشاكل كبيرة جدا 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 في مفصل الحوط تلاقيه نايم على بطنه بدون أي مخداد بدون نايم كده كل دي أوضاع ماهيش سليمة مهم برضو جدا كمان أن أنت وإنت بتنام ابدأ الأول عد مكان نومك بمعنى نظم سريرك ما تخليش حاجة طلعة ما تخليش حاجة نزلة مرتبتك نفسها مفروضة مخدتك أنت جربتها مريحة خلاص هي 13-17 سنتي بريحة ابدأ كده نام نايم احنا في تقدم فعلا فيه مخدات هواية جميل بتساعد على النوم السليم معانا مدخلة من إسراء القاهرة ألو سلام عليكم ماليكم سلامة شكرا بركاته حضرتك مدام أسناء الحمد لله زي حضرتك تفضلي سلام الحمد لله بس أسأل الدكتور شغيرة تفضلي حبيبك تفضلي دكتور أنا السبعين بتقيم الإيد اليمين اللي هو الصغير واللي جنب منه ده دايما منمليين كذلك في كاشي رجلي برضه دايما على طول في ألم من في أسفل يعني في أعلى رأبة من أسفل رأس كده غريبا بيعمل لي إغماء الألم بتوصلي لمرحلة الإغماء أي إنتي حضرتك عمدك كم سنة خمشة وقراتين وزنك قدي إيه يعني خمسة وستين طول حضرتك قدي إيه من شهر 160 طبيعة عملك إيه بتعودي إزاي طبيعة عملك إيه ولا حضرتك ست بيت أنا ست بيت طيب الألم ده بيمتد من رأبتك ويروح لأكتافك إلى إصبعيك ولا إزاي طيب وكنت عايزة أسأل بس كمان يعني هو ممكن الألم ده يعمل لي ورم في السد لا ألم أو احتمال لو زاد يعمل فعلا تورمات بسيطة لكن خلي في ذلك انتبهي خليني بس أسألك عشان نبقى حطين يدينا صحة على المشكلة طيب وأحياناً تحسي بتنميل أو خدلان أو شكشكة في زراعك وكتفك كده وينزل على صابعك أي طيب في صدع أو شيء بيجيلك دايماً باستمرار صدع نصف طيب شوف يصلي عن نبي دلوقتي ده ألم في الغالب من فقرات العنق من الفقرات العنقية طيب فطبيعي حضرتك الأول تعملي أشاعة دي إكس راي تروحي تقولي تطلبي تعملي أشاعة إكس راي على الفقرات العنقية واضع أمامي خلف جانبي حاجة كده بسيطة عند أي مركز أشاعة وأنا تحت أمرك تقدر تبعثيها لي على الواتس أب بتاعي أو على البرنامج وأجاوبك تحت أمرك لكن انتبهي انتبهي نامي كويس ما تعديش في وضع خاطئ الوضع اللي هو بتاعي أني احنا تونهر مسكين الموبايل والميل عليه وتمنى ما يكونش جوز جمك وسامع الكلام ده ما تميليش متوطيش وتشوف الموبايل فترات طويلة صحيح ما هو ده يتعبك ما معايش موبايل عشان واضي واشوفه الحمد لله شكرا واشكرك قوي مدام أسماء شكرك بجد شكرا شكرا يا فن فيه على الشاشة دلوقتي عشر نصائح لشاشة العظام طيب طبعا إسراء متهيقلي فيه ناس كتيرة بيشتكوا من ألام العنق بسبب طبعا موضوع الموبايل والعادات الغير سليمة للأسف مشكلة كبيرة جدا أني إحنا عندنا شوية عادات ماهيش سليمة صحيح دايما أن الموبايل الموبايل ونبص الايباد حتى أطفالنا ترقيته نهار عاوز يلعب في الموبايل بالزبط تماما وده ماهوش سليم ومش قاعد نظبوطة لفهم نعمل كده مش قاعد مضوت ومميل عشان يشوف لكن إنت فلنفترض أن إنت عندك شغل واللحاجة يرفع بقى الموبايل إيه لقدام كده الفوق عشان إيه وبعدين كمان فيه إحنا برضو عندنا لكو في نوليج بحتة اللي هي بتاع أن إنت تتمرن ما نحبش إحنا لا ضروري أن إنت تتمرن ضروري أن إنت شي شوية تمرين على اليوتيوب حتى القناة تلاقي يقولك تمرين لعلاج مشاكل فتبقى تعمل ستريتشات كده موجودة شوية ستريتشات بيها تستريتش الموضوع وتريحك شوية بتشد الاروء والعضلات تسترخي لو فيها تقلصات عضلية وبعدين يعني فيه شوية حاجات تعمل كده حاجات خفيفة سريعة وموجودة يمكن هما يرجعوا القناة يلاقوها موجودة إن شاء الله والتمارين دي بتريح لذلك أن أنا بعض ما حطتها أنا عملتها وحطتها للناس ألاقيت مثلا تعليقات هاي لأن أنا ارتحت كنت بشتكي من مشكلة تقلص عضل جديد سبير مصر سبازم مش عارف إيه ديسك برج خفيف وبقيت كويس فأنا ننتبه إن التمارين ده شيء خلوها أسلوب حياة خلينا نبدأ اليوم ديئتين تمارين بس لرقبتنا شوية ستريتشات شوية كمان تمارين لتخوية العضلة الربعية الرؤوس عشان الناس اللي عندهم خشوني ترقبوا بتاع فالتمارين ده شيء مهم جدا حضرتك كنت بتسأليني على شوية نصائح نصائح لهشاشة العظام مع تقدم السن البريوب بتبدأ طقف بيحصل مشاكل وبالذات عند السيدات أكتر من الرجال ويقول لك أنا عندي هشاشة عظم وبعدين اللي عنده هشاشة عظم ده ييجي يشاكه على طول تجيني العيادة يقول لك أنا منيش أدرامشي وحاسس أنه عظم مكسر جسمي كله بيوجعني اللي عنده ترامب كأنه بيلعب ريادة آه كأنه بيلعب ريادة يقول لك أنا كرامبات وأنا تعبان مكسر هو يعني كلامه كده يقول لي أنا كل جسمي حاسس أنه مكسر فببقى إيه شاكك في هشاشة العظم وكالسيوم وفيتامين دي نقصه بتاع فبنقول لهم عشر نصائح رقم واحد اشرب حليب بشكل شبه يومي عشان الكالسيوم عشان الكالسيوم مزبوط مهم جدا الخضروات الورقية يعني إيه الخضروات الورقية الليفت والكرومب الخاص السبانخ والفاصولية وغيرها دي حاجات غنية جدا مصدر جيد للكالسيوم وحاجات طبيعية حاجاتها متقول لك علاج الأول متقول لك علاج قبل ما تقول لي علاج أقول لك حاجات نيتشرا اليمينتس اشتغل في الطبيعي الأول ابعد على الكاميكالس يعني كي في رول الكاميكالس لكن احنا في الأول اهتملي بالطبيعي وحاجات رخيصة يا دكتور حاجات رخيصة وموجودة في البيت صحيح طيب ممارسة الرياضة باستمرار خاصة المشي له دور كبير جدا 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 في موضوع الكالسيوم وفايتامين دي المهم جدا برضو ان انت ما تفرضش في تناول كافين الناس اللي بيشربوا قهوة كتير كافين والقهوة كتير لا هي مج واحد في اليوم كوب واحد حتى ما تكترش منها تمام مهم جدا ان انت كشخص تبقى كل فترة وفترة تعمل ايه قياس لكسافة العظام ضيطة من دي بتاعتي تبقى تقيس كده عشان برضو تبقى انت ماشي وفاهم الدنيا في ايه تمام الشمس الشمس هي المصدر الرئيسي لانتاج فيتامين دال في الجسم يبقى مهم جدا ان انت تبقى تتعرض لشمس او نار وشمس اخيرا هتقول لي وشي وبيتحرق هارب ظهرك يا اخي سهير يعني اتعرب بظهرك كده التدخين لأقول له اثر كبير جدا في قصة هشاشة العظم دي واحدوسها فقلل من التدخين ويريد تقلع عنه ما هوش يعني عادة جيدة ولا حاجة اقلع عن التدخين يفضل الناس اللي عندهم هشاشة عظم أقول لهم دايما قلل من تناول اللحوم الحامرة لان فيها فسفور والفسفور بيحتاج كالسيوم كتير فانت هتاخد الكالسيوم في قصة الفسفور المشروبات الغذية أقلل منها ما تشربش كتير لان وانس ان انت عندك هشاشة في العظم هتشرب كتير هتزود المشكلة وخصوصا الالوان الغم الله عليك التوتر والعصبية وهقول لكم حاجة مفاجئة يمكن تقول لكم انت لو انت متوتر ولو انت عصبية قوي ده كفيل بانه يجيب له غضروف لان العضلة وانس ده هتشد هتتقلص هتشد حاجة متى والتوتر الله عليك مش هتحل حاجة مش هتحل حاجة لان التوتر والضغوط دي بتحطك في جسمك كله بس في حاجات بتبقى غصبين عن الانسان اكيد احنا مجتمعنا واحنا يعني الحقيقة حابب بقول رسالة جميلة احنا يعني شوفوا انا طبيب ولكن نشأت من طبقات يعني مش عاوز اقول لكم تحت المتوسط تحت الفقيرة كلنا الحمد لله نتشرف فاحنا في وضع كلنا يعني طبع الحمد لله بتعلمه تروح وتسافر لعالم كله لكن هي الفكرة في ايه صبر صبر والدنيا بتمشي لوحدها بتمشي ما بتقفش يعني ولا حاجة تكمل يا دكتور النصائح علشان وقت البرنامج لانه يهمني المشادي يبقى عارف نصائح النصيحة الهمة جدا اهم نصيحة يمكن وهتبقى اخر نصيحة موضوع الشمس يا جماعة موضوع الشمس موضوع الشمس تعرض للشمس ما احنا نعودش في الضغر ما لأ حاولت تعرض الشمس هتقول لي وشي فيه مشكلة تاتوا بتاع البلد عرض ضغر ضغر يومي تمام فدي اهم النصائح اللي هي تقينا وتساعدنا ان احنا نتغلب على قصة هشاشة العظام تمام طبعا وقت الفكرة الاولى انتهى للأسف لكن ان شاء الله باذن الله دكتور هيكون معانا في حلقة ثانية لاني لسه فيه نصائح كتير تهم البيت المصري ولكن طبعا عندنا فكرة رياضية اخرى مع كابتن طارق دقاء طبعا بعد الفوصل عايز اقول لكم نصيحة بعد نصائح الدكتور وهي الحب والاحترام والاهتمام والاحتواء علشان نحضن بعض واللم بعض ونحس ان احنا عندنا طبق ايجابية يعني تكفي نشر الامراض ان شاء الله باذن الله بتمنى تكون الفكرة الاولى عجبتكو بشكر الدكتور احمد ابو النصر شكرا لحمد العلاج العظام ومحضر دولي للانزلاج الغضروفي بتمنى تكون معنا تانية دكتور شكرا لزوء حضرتك انا سعيد ان كنت معك رب ناخليك بشكركم اعزائي متابعي حكاولاد البلد انتظرونا في الفكرة القادمة كابتن طارق رياض شكرا لزوء حضرتك